اليوتيوبر أسو تتهجم على غيث مروان وآياتي وهذا الشي خلى جمهور غيث مروان وآياتي يتهجمون على أسو طبعا أسو مظلومة وما تستحق كل هذا الهجوم بالنسبة لأشخاص الميعرفوا شلو اللي صير خليني أشرح لكم بالبداية أسو نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات تتكلم بيها وكانت هي معصبة وغضبانة سبب العصبية كانت من اليوتيوب لأنه حذا في لها مقطع قبل كم يوم عن مقلب معين سوتها زي وين المشكلة؟ المشكلة أنه أسو بقد تتنزل استوريات وربعض وتتكلم بيها وهمت هجمت بيها على اليوتيوب وقلت لأنه ليش انتمدت تحدث مقاطع غيث مروان ومقاطع آياتي اللي هم نزلوا مقالب مشابه للمقلب الغريب النزلتها هي راح أعطلكم من استورة عم تفتهمون أكثر شو نقصد بعد أقلب باليوتيوب حرويكم تعرفون اليوتيوب الغيث مروان نحترموه على رأسي ومارات أشوف فيديوهاتي بس ما على الموضوع ننزل فيديو حرق صاحبة في بنزين عشان الشهرة بعلو غلاف بعلو غلاف آياتي قبل يومين اليوتيوبر آياتي أحبها ومحتواها جنة نزلت هذا المقلب مقلب الموت ودم الفيديو عبارة عن دم وفتشي يخوف ليش بس ما لتي إلا نحجب نزلت فيديو وراء ثاني هم نحجب أردفتين مشكلة صراحة أنا ما شوف أنه أسه غلطت ولكن ممكن الغلط الوحيد أنه ذكرت أسماء ومثل ما تعرفون الجمهور اللي عندنا اللي هما يعتبر عبيد اليوتيوبر اللي سواء تكلمت على اليوتيوبر بالزين أو مو بالزين فرح يم يطلعوا يتهجمون عليك طبعا أسه نزلت هيطن ستوري وتكلمت بي أنه أكو ناس يتهجمون عليها وأنهما عادهم نسبة غباء من هالكلام فهذا هو الستوري يعني ولكن بالنسبة لكلام أسه عن اليوتيوب وعن هو دي يحذف مقاطع بشكل غلط صراحة اتفقوا إياها بمية بالمية وبنهاية اكتبوا لي بالكومنتات انتم شو رأيكم بهذا الموضوع هل الست تستحق الهجوم أو لا وبس لهنا وصلنا إلى نهاية المقطاع اتمنى المقطاع جابكم فلا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وبس مع السلامة